موسيقى 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 أنا مهة عالمي من أصل فلسطيني وفيكم تقولولي مهة شوكولت أنا والشوكولات صرنا تقريباً واحد بمنهاتن وإن شاء الله بالعالم ليش لا موسيقى اسمي ياسمين الدريس من المملكة العربية السعودية بعشو السفر والمغامرة أسست علامة تجارية اسمها سولانا وهي كناية عن حذاء مريح بيضوي على ثقافات الدول موسيقى موسيقى اسمي هالا أشعر من لبنان أنا ربيت بين بريز وبيروت ومن كم سنة قررت أن أسس شركة في نيويورك تصنيع إيكلار على طريقة الفرنسوية وهيك خلقت بانشو إكلاراري الابتكار ما بيجوز حصروا في مكان واحد وبناء شركة من الصفر من فكرة ما أنه أبداً حلم مستحيل بيكفي أنه تقرروا وتتحركوا لتصيروا وين ما كنتوا أصحاب شركات ناشئة مساء الخير موسيقى هل بتحبي أنه نديكي مهاة شوكولت؟ يعني هلأ صاروا كلهم هيك بيسموني هون معروفة مهاة شوكولت صارت الهاة شوكولت أضرار ومنافع بنفس الوقت إلى أي درجة أنت مجغوفي بشوكولة وبتأكل كثير شوكولة الشوكولات المر كله منافع أبداً ما بيدر بالعكس منافع كثير يعني وبيكل أنا يعني بيكل أطليس تحبي بالنهار وبالعكس كله منافع للشوكولات قال إنه شوكولات أو شوكولت مها ما بينصح أبداً مظبوط بقل لك ليش؟ مشان في صحبتي عندها سكرة وبتأخذ قبر قالتلي وقتاً تأكل ماء بتشوف النقط بيطلع كثير قليل السكر بقى هيدا برهان إنه ما بيدر أبداً هيدا السبب الوحيد؟ لا بس دايت شوكولت معروف معروف الهاي كواليتي دايت شوكولت صار دوع يعني وأنت بتعرف عائلتي كلهم أهلي حكمة وأخويتها حكمة مذاق أتشوكولت هو مصدر سعادة كثيراً من الناس بنفس الوقت هو مصدر عبودية الكثير من الأطفال خصوصاً بأفريقيا هؤلاء الأطفال بتم تسخيرهم يومياً للعمل في مزارع الكاكاو وتصنيع أتشوكولت هلأ شي تأكيد إنه لكل شي بدني وجهان؟ هلأ مظبوط وما في شك إنه عم بيصير هالشي بس مثلاً لا هلأ مفروض إنه بلاتن أمريكا وصوت أمريكا فيه كنترول على هالشي بين بلاد واسد أفريكا عم بيقولوا إنه هيك عم بيصير بس مرات أنا سألت مشان كتير بيهمني أعرف السورس بس ألولي إنه بمرات الواحد عم بيقولوا عم بيستعملوا أولاد بس في منهم أولاد عم بيساعدوا أهلهم بقى فيه فرق بين أولاد عم بيساعدوا أهلهم ولا أولاد عم بيضاء عم بتم استعبادهم واستغلالهم استغلالهم مهى أنت لحقت شغفك مهنيا وبنفس الوقت تلحقي قلبك اجتماعيا أو خدماتيا تلحقي ضميرك عبر المشاركة بمبادرات بمؤسسات بجمعيات لا تتوخر ربح هذا نشاط شو بيعطيكي؟ يعني أنا بالنهاية بكل صراحة هيدا هيدا هدف بالحياة إنه كون عم جرب كلنا بلاقي إنه كل واحد منا إذا قادرين نساعد بأي طريقة ما هيدا وجبنا يعني مشان فيه ناس عندهم الكفاءة بس ما قادرين بدهم عايزين مساعدتنا يعني هذه الأسباب التحديات اللي وجهتك بحياتك في زمن تغيير فيه كرشي في زمن التحولات اللي بتطرق عليه كل يوم بتحصل وكل يوم بتصير بدنا نحكي عن هالأمور كلها بحوارنا ليلة هل أنت حضرة سقعنع؟ آه بردت؟ أوكي أنا جسمي معوّد على بردت أنت معوّدية، بدأت كتير شوكولاة هي إيئتك فضل إيه؟ حسنا هلأ أشرة أهلا وسهلا فيكي أهلا فيكي هلأ تضرب أنت على وطر حساسة كيرا عند الناس تضبع على شهيته تبتحكي عن الإكلار كم إكلار بكلي بالنهار؟ بيكون واحد بس أطعط الإكلار متواجدة وين مكان بينما هوني بأميركا معوّدين على البراونيز، على الكابكيك، على الكالوت كيك على الكالوت كيك، شكولاة شيبس، شيز كيك يعني بالنسبة لألون هذه حلوة منا مألوفة عندهم ومنا كثير مستحبة عندهم ما خطرت وما خفت أنك تغذي أنت القارة الأمريكية تحديداً وليات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الحلوة التي نمش عوّدين عليها؟ أنا معك، بس اللي صار معنا نحن أول ما بلشنا طلع أنه كل الناس تعرف الإكلار بس هون بيرسوها بغير طريقة بيقولوا إكلار أول ما بلشنا، أنا كتت فكرة أنه رح ياخد معنا وقت لنعلم الناس على حلويات جديدة بس طلع أنه كل الناس تعرف ش يعني يعني حتى بالميد وست وقتها رحنا وعب كل الشوز اللي رحنا عليهم طلع كل الناس بيعرفوهم هلا ما بيعرفون متل ما نحنا بنعملون بأوروبا وبالبنان وبالعالم العربي، بيعملوها بغير طريقة ما بيحطوا مواد كل شي حليب فيه ما بيحطوهم دايري برودكتس ما بيحطوا زبدة ما بيحطوا حليب، بيستعملوا غير قصص مشان هيك الإكلاغ تبعهم غير وعم بيحبوا الإكلاغ تبعنا أكتر بكتير يعني يقال في عندك وصفة سحرية، عندك خلطة لا لا بيعرفوها هلا شي صحيح هي عبارة شوها الخلطة هذي اشتغلنا عليها كتير هي مش بس قصة الخلطة، هي الخلطة وكيف تاخد هذي الرسات تبعك من المطبخ تبعك اوكي، لتصير تعمل برودكتشن عم تعمل انت عشر تلاف حبة بالساعة انا مثلا كنت أعملها بالمطبخ عندي بس وقت جينا لنعملها بالبرودكتشن تغير الموضوع، ونجابرة تجيب ناس معنا وزبطنا الرسات واشتغلنا عليها كتير لقدرنا وصلنا مطرح ما نحنا لانه نحنا بنعملون فروزن بنعمل فلاش فريزن وبيقعدوا بالفريزر تبعنا وبيضاينوا سنة هلا انت تتحدري من عائلة طبعة عالم الفندقية وعالم الخدمات منذ رضح من الزمن يعني الولادة بير الأشقر بغينا عن التعريف هو من ايقونات عالم السياحة في لبنان والعالم العربي طبعا تدرجتي انت باعمال العائلة تعلمتي، خطوتي، خطواتك، خطوة، خطوة وكنت السباقة في لبنان تحديدا بالستارت أب كومبانيز، بنيو كونسبس، أو في ريسرنس وكل مدي كنت تفوتي بمشروع جديد ينجح المشروع وبعد وقت تنسحبي من المشروع له درجة انت بتملي من المشاريع طبعا، أنا اللي بحبه بالمشروع هي يعني الفكرة التكار كيف تجي فكرة وبتعاملها متل ما أنا بقول واحد كيف بيعمل بايبي عرفت كيف، ولد بيكون فكرة بتصير بعدين هيدا اللي أنا بحبه بالشغل مع الفرق إنه ولد ما نحافظ عليه ونكبره يدب دب قدامنا بعدين يمشي على إجراء ونحب يشوف عميك بال هو بيكبر بس المشكلة وقتها يصير كل يوم زيت الشي أنا بصير ما بعمل من المونوتوني تفقدي الشغف، الملأ اللي عندك أنا بحب لتشالنج عرفت كيف إنه وقتها يكون في تشالنج وشي عم بتعلمه وشي ما بعرفه وشي عم يتحديني بحب التحدي سو هيدا اللي أنا بخليني كمل بالشغل طبعا ووقتها يصير مش موميل ما عم بقول موميل بس مونوتون إنه كل يوم زيت الشي بتشوف زيت النس بتعمل زيت الشي هيدا الشي لقلي ما ما بحث إنه أنا عم بكبر ما أعرف كيف عم بتعلم شي جديد وما بيشبه هيك أنت إمرأة تحديات صليبة وقوية هك بتبيني يعني براق هذه الإبتسامة في الكثير من القوة ورق هذه النعومة والقفزات الناعمة أيضا في إمرأة صليبة أكلار جاية من كلمة يا ترمي جاية من كلمة ضو نحنا استعمالناها هيدا عالباكجينغ تابعنا بأمريكا النالون هذا موقع الضوء مثل الواحد يأتي جولت جوية هذا ما استعملنا صحيح أن الحلو إجمالاً أو عموماً والإكلار بشكل خاص يعطينا الطاقة ونواجه فيها البرد والسقيع هي مضبوطة أنه أكثر شيء وقتها الواحد يكون وقت يصير فيه برد بيطلع عبالنا كل شيء فيه سكر كل شيء فيه شوكولت شوكولت ويطلع عبالنا ومرابة كل شيء حلو ونحن ننتبه أيضاً أنه المبيعات تبعنا بيعلوا أكثر بكثير بالشتة من بالصيف الليلة حظنا حلو أنه الطاقص في كتير ساعة في كتير برد بس ما في مطر بس قالنا مدي أنا وياكي بالخارج وسقعنا شوي شو رأيك نفوت نأكل شوي تكلار ونبدأ بحلقتنا مثل ما لازم شكراً ياسمين إدريس أهلا فيك أهلاً كل واحدة بتحكي قصة على سيرة القصص وعلى سيرة السقافة طبعاً أنت طعمت بسقافات مختلفة بعمل عشرين سنة كنت سفرت وكتشفت وزرت أكثر من أربعين بلد قاطبة حول العالم طبعاً كل سفرة هي تجربة وكل رحلة هي ثقافة جديدة أنت عم تكتشفيها عم تغدي منها عم تنهلي منها كل هذه الاحتكاكات شو خلقت عنديك شو صنعت منيك علمتني دروس كتير دروس ما كنت عارفة في أتعلمها أو لازم أتعلمها كل بلد جديد زرته تعرفت عناس جديدة وتفتحت لأفكار جديدة وبفتكر أنه كل هيدا فتح لي عقلي وغير لي وجهة نظري عن العالم وبالأخير بفتكر أنه صرت متفاهمة أكتر متسامحة أكتر أنه بالآخر لحظت أنه كلنا نفس الشي مهما كانت لغتنا وبلدنا كلنا نفس الشي بس بنفس الوقت كثار من الناس بيعتبروا أنه الأروق ما بتجمعنا بتخلفنا لون البشرة أيضاً بيخلفنا عن الآخر كل هذه النقاط اللغة بتخلفنا لون البشرة بيخلفنا البقعة الجغرافية أيضاً بتفصلنا عن بعض شو القاسم الذي أنت اكتشفته وجدته مشترك بين كل أهل هذه الأرض ما في شيء في يقول لك يا مانا كلمة بس إحساس بحثه لما نتطلع على حداً من بلد تاني ما خاصه فيه ما بيحكي نفس اللغة ما بيعرفني ومن أتطلع على بعض وهالنظرة بتقول شيء ما بعرف شو هو هالشي ما في يقول لك بتعيشي بالسعودي بتعيشي بلبنان بتعيشي بأمريكا بنيويورك تحديداً هل بتمليني المكان الواحد؟ ما بيفتكر بمل من المكان اللي عايش فيه بجرب بأخد كل شي فيه منه وتعلم كل شي فيه بس إذا بتجيني فرصة جديدة محل تاني بأخده بعمري يعني بفتكر إن الواحد لازم بيلحق هالهالفرصات ويجرب تجربات جديدة الحزاء يلي بيعجبك أنت يمكن ما يعجب أختك أو أمك أو صديقتك كيف تغتاري على الحزاء؟ كيف اخترناهن؟ سؤال منيح ما كنت أقدر اختراعن أو نقيهم بالأول فعملنا دعوة للفنانين اللبنانيين لما نقررنا إنه لبنان حيكون أول حتكون أول مجموعة وإجانا كتير فن وما قدرت نقي فعملت تصويت وكل الفنانين جمعوا أصحابهم وحطيناها أونلاين فأي حدا فيه صوت كان فهو التصاميم اللي يربحوا الحيات فيها طلعات وفيها نازلات وكلها من قوعك اليوم نوضع حزاء بقدمينا ما أعتبر نفسنا إنا محظوظين ما زلنا على قيد الحياة كم حزاء بتملكي؟ ما بملك أحزية أكتر من العادة برأي سولانا ما بعتبرها شركة أحزية فقط هو الفن والتعاون مع كل هالفنانين من حوالي العانم اللي بيعمل الشركة كان فينا نعمل تي شيرت أو شنت بس الفكرة هي الفن اللي ورا الأحزية فما بملك أحزية كتير مالين مورو قالت الجملة الشهيرة أعتوا أي فتاة الحزاء الصحيح وسوف تغزوا العالم هل ننتظر إنه الفتاة يلي لح تلبس من تصاميم السعودية ياسميني دريس رح تغزي العالم؟ هيدا أملي بفتكر الراحة اللي كانت عم تحكي عنه إنه الواحد لازم يلبش شي مريح لأنه وقات مثلاً الواحد بيحس حاله متضايق بالنهار وما بيعرف شو هو اللي عم بيضايقه فيه يكون الحزاء اللي لابسه البنطلون يمكن ضايق كتير فهيك أنا بفهم هالجملة هكذا حال الحزاء شغلة مهمة كتير ما لازم مستهين فيها وليلة حديثنا طويل بدنا ناخد من تجربتك وبدنا نشوف كيف هذه الفكرة تبلورت وأصبحت شريكية ناشئة هل أنت مستعدين؟ نعم نتفضل السباة اتبعوا حلمكن وما تتبعوا المال والمال رح يتبعكن حكماً مهة، ياسمين، وهالة، ثلاث صبايا مشوا طريق الأمل وعبدوها بأفكار خلقت على إيدهم وصارت ثلاث شركات ناشئة وأدواتهم حماسة، شغف، إرادة، زكاء، وسوشيال ميديا من تبع طريق الأمل بعد لحظات واحدة من كل ثلاث شركات ناشئة في العالم العربي أسستها امرأة 72.5% من الشباب العربي يرغبون في العمل في شركات ناشئة يستحوذ الثوق الإماراتي على 50% من أكبر مئة شركة ناشئة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلت الهند في المركز الثاني بين الدول التي تضم شركات ناشئة كثيرة 2039 شركة بعد الولايات المتحدة الأمريكية 4838 شركة وقبل بريطانيا 855 شركة 600 مليون دولار أمريكي أي 2 مليار درهم فاصل 2 جذبتها التجارة الإلكترونية في 2017 150 شركة ناشئة ولدت في 2017 في المنطقة العربية بينها 79 في الإمارات و20 في مصر و17 في لبنان مهى عالمي بأول مرة جيتي فيه على نيويورك كان عمريك 18 سنة وبعد حوالي 20 سنة أخدت قرارك بتأسيس شركة خاصة فيكي خلال كلها السنين اشتغلت بالقطاع المصرفي اشتغلت قبل بشركات عائلية أحيانا وتقليدية أحيانا نجحتي يمكن والنجاح ونسبة بالأخير ليش تأخرت كل هذه السنوات حتى تنطلقي بعمل بيشبهك حتى تلاقي حالك لا ما بعتبر انه تأخرت بالعكس خبرة قبل كنت بالمجال المالي بالفاينانس كنت هوني عن والسريت وبعدين وقتا درست درست بوليتيكال أفيرز بكولومبيا ما كان انا عم بقرر اعمل التشوكليت بزنس بس كان شي على جنب عم بعمله وحتى في أسات زي قلولي بينتنا ترك الدقري و بس تدقل التشوكليت وفوكس على تنطلقي بيشبهك بقى هيك صارت يعني وأنا سبب من الأسباب كتعم بدروس بوليتيكال أفيرز مشان كان عندي طموح بدي أعمله بس كمان في واحد من أسات زي هو يلي أدفايزر لجورج سوروز هو قال لي if you grow your business and you become successful you can have an impact on your goals يلي هو يلي أنا حبي هو مساعدة شعبي يعني بالنهاية يعني إذا قدرت كبرتي وطورتي أحلامك يصور في عندهم وقع إجابة على أحلامك وطموحاتك اللي هي بالأخير بالنسبة إليك مثل ما ذكرنا بالبداية مساعدة الآخرين خدمة المجتمع وخصوصا أبناء وطنك فلسطين بنتقل إليك ياسمي مطلق أي قرار بناخده بحاجة إلى حوافز إلى تحفيز قرارك شركي شو سبقه كيف فتشتي عن الفكرة ماذا عن التمويل ماذا عن مقاومات النجاح كيف درست نجاح هذه الفكرة المخاطر المالية شغفك رؤيتك خبرينه هلأ راح دراسة إليك كل شي بالدراسة كانوا يشجعونا نلاقي مشاكل بالمجتمع فينا نحن من خلال أفكارنا نحلها فبلشت عن فكر شو في مشاكل في حلها وبلشت فكر بهالطريقة بعدين وصلت لمرحلة سألت حالي شو الشغل اللي فيه اشتغله كل حياتي وفيه قوعة الصبح بنبسط أعمله فشغفي هو السفر وما فكرت فيها ما فكرت بالسفر كشغل بس لما سألت حالي السؤال جمعت شغفي مع فكرة فكرت فيها تشتغل والناس فيهم يحبوها اللي هي السفر لأجل التعرف على ثقافات العالم بس بعمق فمنزور بلد جديد ويمكن مثلا بس نشوف الأشياء الكبيرة والمعروفة بس شو بيصير إذا ضعنا بالشوارع وحكينا مع الناس وفكرة الحزاء إجا من ورا كل هيدا أن الحزاء هو اللي بياخدنا على المحلات فسولانا هي عبارة عن حزاء مريح بيشجع المشي واستكشاف طرق جديدة مجتمعات جديدة نعم مجتمعات مختلفين أعود إليك بعد لحظات أنتقل إلى هالا أشعر هالا أنت درست علم الاقتصاد والمال رحت من عالم إلى عالم آخر عالم بحاجة لأقدام لجهوزية لجرأة بحاجة إلى فكرة واضحة إلى مضمون واضح طبعا أنت لم تصلي إلى الفكرة اليوم حيث أنت إلا بعد سنوات من الدراسة أنا كنشاهد كيف هذه الفكرة انبثقت كيف تخمرت وكيف تم ترجمتها اكتار الليلة عم يتابعوكي اكتار من الشباب اليوم عم يستعملها إليك بالنسبة لأرض يمكن اللي عملتي أنت مغامرة ومقامرة في الآن أنت غمرتي وقمرتي تركت مشاريع ناجحة أنت أسستيها وعملتيها وجئتي هنا إلى بلد حيث لا رحمة الناس تنافس بضراوة بقصوة جدا للناس يلي بدون يؤسسوا شركات جديدة شو تقديلون؟ بقللون أول شي يكونوا كتير عارفين شو عم يعملوا ويحبوا للي عم يعملوا لهذا أهم شي لأنه إذا الواحد ما بيحب اللي عم يعملوا أنا كنت أحلم باللي بعملوا بحلم بالأكل بحلم بالأيديات اللي عندي إيهن لتاني نهار أنه مش بس بحبهن عندي باشن لإلون سو هيدا أنا بلاقيه أهم شي تاني شغلي لازم لوحد يعرف البزنس تبعه لينطلق فيه أنا مزبوط درست فاينانس بس الخبرة اللي اجتني لأنه اشتغلت مع العيلي سو نجبرت أنه تعلم البزنس على الأرض وتعلمت كتير وسأبت كمان أنه الوالد ساعد بطريقة أنه كان كتير قاسي معي وكان يدايما يتحداني أنه لأ هاي ما رح تظبط وهاي ما رح ساعد تعلمت من أنا والصغير أنه أول ما بلشت أشتغل معه وشتغلت معه 18 سنة هو اللي قدر رباني بطريقة أنه ما في أي تحدي للي بوجي بقدر ما في شي بيقول لي لأ فقا كل مرة كان يتحداني وكان دايما بالشغل نحنا وقتا نشتغل سوا سو وقتا جيت أنا على أمريكا كان أورادي التحدي فيي الواحد لازم يكون عنده ثقة بحاله وثقة بالأيدياز تبعه وكمان ما يكون عنده أرغانس أنه بيعرف كل شي أنا بتذكر بعض المحطات بحياتك بسكر ببيروت يمكن أول مطعم فتحته كان فريد من نوعه اسمه تريبكا مظبوط تريبكا كافي أن بيجرز نحن فيها الليلي وهي كان ما اتخذ الاسم من هون وطبعا كان مشروع ناجح جدا بتذكر بعدين أنك فتحت لميزون دو كافيار مظبوط أيضا مشروع ناجح جدا يعني كل مرحلة كان في شركة جديدة عاملة أساسية أو مشروع جديد عام بيقلع هذا المشروع كنت تنسحبه بهدوء هذا التنقل ألا ما يخلق عندك البعض من الخوف لا بالعكس مش خوف خوف من المشروع الآخر إذا رح تكوني قد التحدي تعرفي النجاح بخوفه مسئولية لأنه منحاول دايما نكون على نفس الوطيرة نبعى على نفس المستوى بس وقت الواحد عمل كذا بروجي بركن بالأول أنا بتذكر وقتها بعد رايبكا عبيت كذا شهر وكذا على فترة خايفة أعمل شي جديد مظبوط بس هلأ بعد كذا بروجيكتس وبعد يعني سنين صار لي عشرين سنة بالبيزنس البيزنس هلأ صار العيديز تبعي وطريقة كيف بلش شغل غير فيها وضوح أكتر فيها دراسة أكتر فيها ماتوريتي أكتر فيها ماتوريتي أكتر نضوج مظبوط هل زال عمل خوف أو بعضه موجود بيضال فيه أكيد بس هيدا الخوف للي هو بيخليك تضلك رايح لأنه إذا الواحد منه خايف ما عنده شوية خوف يعني ما عنده أنه مظبوط في شي رح يكون غلط أو شي رح يصير وأهم شي إنه يضال ويعي أنه رح يفشل بمحل ليقدر يرجع يركز ويعمل أدابتيشن ليقدر يرجع يكمل الطريق ياسمين أعود إليك أنت أسست شركة وانطلقت بفكرة بتحبية أنت لم تفكري في عامل المال لم تفكري في المادة أنت فكرتك كانت مرتكزة على السفر والتجوال من مكان إلى آخر لاكتشاف للتعرف في ناس الليلة عم بيتابعونا وهمهم الأول والأخير وهدفهم الأساسي هو الربح المادي لهؤلاء ماذا تقولين؟ بالنسبة إلي المال منه هدف بس نتيجة حدا عم بيعمل شي بيحبه وعم بيعيش حياة صديقة وحياة هو وهي مقتنع فيه عم بيعمل شي يعني جاي من محال أصلي مش بس لتطلع مال وفي كتير ناس بيقولوا هلأ حشتغل وحطلع مال لحتى بكرة عيش ونبسط فيهم برأيي الواحد لازم يعمل الشي اللي هو بيحبه لأنه والمال بيتبعه لكل دولة وثقافة وشعب حذاء معين أنت صنعت حذاء للبنان وعلى هذا الحذاء كان فيه الدبكي اللبناني كان فيه الأبجدية ماذا عن الحذاء الخليجي المكسيكي الأمريكي؟ نحن كل سنة منزور بلد جديد ونعمل دعوة للفنانين المحليين ونسألهم يعزمونا من خلال الفن طبعهم لنتعرف على سقافتهم هؤلاء الفنانين يأتون بأفكار بنماذج بتصاميم بيتم اختيار أو بيتم العمل معهم على بلورة هذه التصاميم كيف بيصير العمل؟ هن بيرسلوا التصميم طبعهم نحن بناخده مثل ما هو أو ما منقه لأنه بنيين يكون أصلي ما بدنا نغير شي من الفكرة طبع الفنانة أو الفنانة ما شو رأيك بفكرة ياسمين؟ يعني عجبتني الفكرة وخصوصا شو عم تحكي أول شي أنه كتير معها هلا في فرق إذا عند واحد بحاجة للمال وعنده عائلة بده يربيها مجبوري يفكر أنه الهدف طبعه المال بالشغل بس إذا الواحد مش كتير بحاجة أنا بلاقي معها كتير ياسمين أنه الواحد لازم يتبع حلمه ويشتغل معه والتاشن يعني والمال بتجي يعني بعدين وفكرتك كتير حبيتها كمان وهلا تعرفت عليها وبحب أعرف أكتر عنا يعني هلا لو أنت بتسافري أي حذاء بتلبسي بلبس فلات فلات وشي مريح للمشي مهة ماذا عنك أنت كمان أنا دايما بلبس كتير مريح يعني زيادة على الزوم هلا أكتر من الشباب والشبات ينتظرون تأمين التمويل للانطلاق بشركة ناشئة رح أسمح لحالي أسألك قديش رصدتي مبلغ تقريبي لإطلاق شركتك مني أنا حطيت 250 ألف دولار لبلش الشركة بلشت أكيد بأقل أول ما بلشت حطيت 30 ألف لجرب أنا أشوف أفهم مظبوط شو عم بيصير بالماركت شو راح ينعمل هاي أول سنة كنت هون بعدين شفت أنه في في مجال للفكرة اللي عندي إيها أنه تتطور لأيديا بتبلش بس تتطور مع الوقت وأنا تطورت معي يعني اشتغلت عليها ثلاث سنين لقدرت وصلت لهون سو هلأ اليوم نحن منبيع بسوبر ماركت منبيع على أمازون منبيع بدلتا أيرلاينز سو صرنا بغير بغير مجال كمبليتلي مها ماذا عنك أنت من هني الأشخاص أو المستثمرين يلي آمنوا بفكرتك يلي دعموك أنك جسدي هذا الحلم حطي يصبح وقع الواجبات بكل صراحة مشان أنا بالعكس تمام أنا ما ما كان في امبسمنت أبدا ومثل ما بيقولوا بلشت وقت كنت عم بدرس بكولومبيا وبلشت عم بيع شوكولات بالكافي تبع كولومبيا ينوفرسيتي وبعدين أصار في الجالا دينرز الأوورد دينرز صاروا يطلبوا مني بارتي فايفرز وكله كله كله صار وورد اف موت يعني أنا هيدا يلي كبر بزنس تباعي من ورا هالشي يعني صار وورد اف موت ومتطر نتطور العمل بطريقة تصعودية تلقائية عفوية بالزبط بدون أي مبلغ بدون أي استثمار أبدا هلا بيقولوا أن الشركات الناشئة ليست بحاجة إلى مصاريف إدارية ولوجستية المقر منه أساسي الواحد فيه يشتغل من بيته بيكفي مساعد أو اثنين لابتوب موبايل فون كم هذا صحيح؟ كتير صحيح عندي مكتب بس مكتب بويورك بس للي يقول واحد إذا عنده ميتينغ أو شي ما مندفع كتير أبدا يعني بالشهر ومني عوزته بس بعمله كرمال إنه يكون في عندك على البزنس كار طبعك يبين إنه سيريس بيزنس وفي أوبريتر بيجيو بعد تليفون في كل شي وبعدنا في عنا كونفرنس رومز في عندك قهوة يعني في كل الموجودات للي أنا ما بقدر قدمها إذا كنت بالبيت أو إذا عم بعمل ميتينغ روح على قهوة ما بلاقي إنه كتير بروفشنل إذا أنت عم تعمل بيتش أو عم تعمل ميتينغ تروح تقعد بقهوة للي كنت أعمله كتير من زمان ياسمين شركتك من شو مقالفة من مين مقالفة لا هلأ بس أنا فكتير بشتغل بالقهاوي لا هلأ بس بس في بروسس يعني بالأول كتير بتعامل مع الفنانين منفكر كيف حنحط التصميم طبعا على الحزاء وشو حنستعمل بعدين بتفوت مرحلة التصنيع اللي هي بلبنان يدويا وبعدين منفوت مرحلة البيع اللي هي تعاون أكتر شي بيكون مع المحلات ونحنا مبدئيا منبيع هون بأميركا بس بعمل كتير اللي هي بتخليني اتعرف على على الزبون وبسمع ضغري منن الفيدباك وشو اللي عم بيمشي ومو عم بيمشي ماها ماذا عنكي طبعا بعد ما استمعت لأليك الليلة وتبعت رحلتك مع شركة ماها تشوكلت بعتقد انه انت لحالك بدأتي لحالك ام هالي شركة تمددت إلى حد ما وصرف عندك مجموعة ولو قليلة او صغيرة للمساعدين هلا بالبرودكشن انا مجبورة في مساعدين او انا الحلو انه في اتسمو هاتبرة كتشن هوا انكوباتر بحارلم و اتس كتشن وده كوز مشان بيساعدوا النسوين النسوين يصيرو مستقلات المستقلين بقى هادول النسوين يلي بيساعدونا بالبرودكشن هلا في شي انه انا الهلا بس بارت تايم يلي يلي بيساعدوني مش فول تايم بس انا بالنسبة ل الهي كتير احسن ما هو او ما هو العنصر الاساسي عندي هلوي الايباد هلوي اللابتوب هلوي التليفون التليفون ضروري مش يعني اكيد مشان كل ما يجي اوردرز كل ما يجي اكيد التليفون اهم الشي يعني لكلنا نفس الشي يعني ضروري تعرفوا الليلة اجمل في هذه المقابلة هذه التلقائية والعفوية عندكم يعني اشعر الى انه الانا تسقط عند كل واحدة منكم ما حدا حكي عن حاله كل واحد حكي عن هذه الفكرة بكل عفوية يعني عم تروو الصدقون بكل بساطة بدون اي تعجرف بدون اي فوقية الامور كما هي وحقيقة هذه العلامة تسجل لكل واحدة منكم بقى شكرا واهلا وسهلا فيكن شكرا اصدقائي مشاهدين اتبعوا شغفكم بادروا اسسوا انطلقوا حلقوا وما تخافوا من الفشل كلنا نتعسر نحن وعم نتعلم المشي وطريق الامل ما بيخلق من تعسر فاصل اخير اصبحنا في عالم اقتصادي يدار عبر الانلاين فماذا عنهن وعنها ياسمينا الصبية المثقفة الحالمة ناشطة عبر السوشيال ميديا باسم سولانا انستغرام فيسبوك تويتر وموقع الكتروني يعرض يروج ويبيع وعنونت حسابها على انستغرام الهدوء قبل العصفة The Calm Before The Storm محلقة كما الرعد في كل مكان هالة الجريئة لحقت حلمها واستبدلت مقولة American Dream باخرى Arabian Dream فاحلام الشباب والشبات العرب لا تقاس بجغرافيا ولغة وحدود واستخدمت كل وسائل التواصل الحديثة في التسويق تسويق البرق الفرنسي ومن يفقه التسويق الإلكتروني يكتب له الحياة مها تشرقط فرحا في صورها هو تأثير الشوكولات ربما وهو تأثير الإقدام والنجاح حتما نتوقف عند صورها على الفيسبوك وإنستغرام مها شوكولات وموقعها الإلكتروني يعرض ويبيع من منهات إلى كل الدنيا ومن يرى الشوكولات وهو يسيل يدرك أن لا أحد يساعد في لحظات الحزن كما قطعة شوكولات هي أيضاً تجيد التسويق لا تيأس أبداً كتبتها هالة لا تتردد أبداً كتبتها مها ولا تمل أبداً كتبتها ياسمين وسلستهن ربطنا شركاتهن الناشئة بهدف إنساني فالإنسانية والجرأة في الإقدام والتنفيذ طريق نجاح ضيفاتي العزيزات ترويجنا لشركاتكم الناشئة إلكترونياً ما الفارق بين التسويق الإلكتروني والتسويق التقليدي؟ الآن التسويق التقليدي أنا جربته كتير هوني وحمد الله اشتغلت وبعت بمحلات يعني باري هاي أند بالبلازا بـ Whole Foods بـ Epis Ribolue بكتير مع الرتس اشتغلت كمان بس لحظت إنه وقتها التسويق الإلكتروني عم بشتغل ديراكتلي مع الزبونات تابعولي وأنا مشان إتس يعني كنترولين كواليتي انتقلت أكتر للتسويق الإلكتروني مشان عم بشتغل ديراكتلي مع الزبونات تابعولي وهيدا يعني متل ما بيقولوا The new model بالنسبة لأنا البزنس تابعي ياسمينة عدريس لو قررت إنك تنشئ شركة في زمن غابر في الماضي هل برأيك كنت قدرت ترجمتي هذا الحلم؟ لا أول شيء الإمرأة من قبل ما كان عندها الفرصات اللي عنا إياها هلأ وكان متوقع منا تربي ولادة وإذا بلشت شركة حتكون يمكن إلى شيء لخص بالمطبخ أو بالبيت وحتى فكرة السفر الطريقة اللي عم سافرها أنا وناس مثلي ما كانت موجودة فما بعرف شو كنت عملت بعصر جدودي مثلاً كيف تبنين اليوم هذه الثقة بينك وبين الزبائن أو المستهلكين؟ صعب إنو تبني الثقة من خلال سكوين أو تليفون لما نعمل بوبوبس بتعرف عليهم ونعمل بوبوبس كتير يعني هون البيع بيبلش هون وبينتقل بعدين على السوشال ميديا فالناس بيحبوا يدقروا الحزاء يشوفوا شو فيه من جوه آم بطن من سويد هالتفاصيل اللي ما فيهم يشوفوها على السوشال ميديا هلأ ماذا عنك أنت؟ من تستهدفين من الزبائن عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ تمانين بالمئة نسوين واللي بيسموهم ميلانيالز اللي هن بين الواحدة وعشرين وثمانة وتسعة وثلاثين العمر نحنا منروح حتى للخمسة وأربعين هيدا التارجت ماركت طبعنا بيكونوا كمان معلمين معهم أكيد ديجريز بيقبضوا تقريبا فوق المئة ألف دولار بالسنة في منهم عنا تو تارجت ماركت في الولاد للي عندهم ولد أو ولدين مجوازين عندهم ولد أو منهم مجوازين للي بيكونوا أصغر شوي كل واحدة من يكون طبعا تختلف عن الأخرى كل واحدة قاتية من بيئة مختلفة من بلد مختلف اليوم مهى أنت عايشي هنا في أمريكا هلأ أنت نفس الشي ياسمين أنت دائما تتنقل أجر بالعالم العربي وأجر في الغرب إلى أي درجة تطبعته وأصبحته فعلا غربيات أنا لاحظت على حالي أنه كوني هون كثير بشتغل وتعودت على الشغل والنمط لحياة السريعة كثير هيدا الشي يلي بحسه غيرني يعني كوني هون نفس الوقت يعني عند الجانبين يعني بقدر أتقل أقلم بهني بالعالم العربي بس حاسي حالي بشوف حالي هون وأنا بالنسبة لقلي نيويورك مش أمريكا يعني ما بقدر يعيش بمحلات تانية بأمريكا غير سان فرانسيسكو بركي بس ما بتهمني أمريكا يعني بس نيويورك بحبها ومبسوطة فيها وبلاقي حالي هون يعني مش إن هيك ياسمينا ماذا عنك أنت هل فيك اليوم أنك ترجعي تعيشي بجدة بين الأهل ومع الأصدقاء والصديقات؟ طبعا فيه بس بحس أنه بعدني صغيرة وعندي experience والدروس أتعلمها هون بأمريكا ومثل ما عم بيقولوا إنه السوق كبير هون وإذا فينا نتعلم من السوق بأمريكا وناخد كل هالعلم على الشرق الأوسط بيكون شي منيح بفتكر بس إي أكيد أنا أنا عايش بأمريكا كعربية بأمريكا فا حالي بدي أسمع جوابك مع أني بعرف ونسبقا شلح تقولي لي تعرف أنا لأنه ربيت ببريز وعشت بلبنان يعني عشت بهالبلدين ولا مرة بحياتي اعتبرت حالي مية بالمية ولا فرنسوية وما بعتبر حالي مية بالمية كمان لبنانية كتير حبيت وقتا جيت على أمريكا وبرجع بقول معها نيويورك غير عن كل أمريكا نيويورك اللي حلو فيها إنو كل الناس عندهم أكسنت وكل الناس جايين من غير محل ما في حدا بنيويورك عايش هون ما بيحكي عنده أكسنت بالإنجليزة تابعه لقيت حالي هون لأنه فيه التحدي للي أنا بديه فيه الكبر طموحات طبعي كانت كتير كتير كبيرة ولقيت حالي بوقتها كنت عاشي بلبنان وبالميدل إيست مش إنو السوق صغير بس ما كانت ما كنت تقدر تطور متل ما أنا بديه هون اللي عم بلاقيه اليوم هلأ بتقلي بعد عشر سنين عشرين سنة ما بعرف واحد بيتطور وبيمشي مع الوقت وكل شي بيتطور بيغير بس اليوم من هون لعشر سنين أكيد أو عشرين سنة أكيد أنا باقيه هون لا تتكن بتهتموا بالعمل الاجتماعي والإنساني وطبعا هذا شيء رائع مها أنت ناشطة في مؤسسات وجمعيات تعتني إنسانية بالطفل الفلسطيني بالأخص وفي دعم المبادرات غير الربحية في المنطقة العربية قمت بجهود لجمع ما يقارب نصف مليون دولار أمريكي لسندوق المنح الدراسي في الجامعة الأمريكية في بيروت لطلاب الطب الفلسطينيين تدعمين جميع الكمانجاتي الفلسطيني اللي تهتم بتحقيق أحلام أطفال فلسطين إلى أي درجة هذا الترابط بين العمل الإنساني العام والمهني الخاص بأويكي؟ هلأ أول شي بحب أقول بس هذا الشيء أنه أنا جاي من أهلي وخصوصاً يعني أبوي دايماً كان كتير بهمه أنه الصرف البلا تعمي مش ضروري أهم نستعمل هالمساري لنساعد تلاميذ يلي بدهن يدرسو بقى من هيدا الشيء وأنا هيدا يعني تقريباً السبب أنه حسيت إذا بعمل بزنس بقدر إفنشلي بقدر استعمل هالمساري لمساعدة غيري يعني بقى هيدا هو الترابط هلأ أنت متحمسي دوماً لخلق مفاهيم جديدة في الفن والشاعر والقراءة والتعريم والمرأة وحصلت على جائزة من وزارة السياحة اللبنانية Tourism and Open Door for Women قديش بأوي الإنسان العمل الإنساني؟ كتير بأوي لأنه أنا مثلاً اللي قدرت أنا عملته قدرت علمت ناس بالشغل عندي اللي قدرت عملته هو الترينينج يعني بيجيك حداً بيكون بعده شوي صغير تعطيه مهنة نقلت خبرتك مظبوط الخبرة طبعي بقدر أنا أعلمها وعم بعطيها وهلأ هون بأمريكا عم بعمل ذات الشي جبت انترن عرفت كيف وعم بعلمه كل الانترن هون ندفع لهم يعني مندفع قد أكبر معيشات بلبنان يعني ما عطيت لهم سمكة علمتهم يتصيدوا مظبوط هذا اللي أنا الواحد بقدر يعطيه العلم للي هو عنده إياه والمهنة اللي عنده إياها لا يقدر يقدمها لحداً تاني ياسمين ساهمتي بإنشاء منظمة غير ربحية وقت كان عمرك 16 سنة وأكتر من 800 شخص اعتمدوا عليك كيف نجحتي أنه تخلي الناس يوسقوا بفتاة عمري 16 سنة؟ السؤال كتير منيح ما حدا كان عارف أنه كان عمري 16 سنة فأول شي عملته كنت بأميركا مع أهلي تلفنت على التليفون لأم تي في أرابيا ولحظي كان على الخط التاني فتاة مثلي وما بعرف إذا ما سمعت بصوتي أو شو بس هني كانوا أول دعموا المشروع وخلص لما يكون في اسم أم تي في أرابيا نايكي لحقون وغيتوريد وبلغ سيصار عنا شي طبعاً كنت بعدي ما بلشي شي بس كان عندي هالبروميس من هالشركات الكبيرة وبلشت من وقتها ويعني ما بقلك قدي تعلمت من هالتجربة مها ما سر ابتسامتك الدائمة ابتسامتك يعني بفتكر السر هو أنه نحنا كلنا محصوزين يعني ولازم نكون يعني أكتر من هيك محظوزين ما فينا نكون بقى الواحد لازم نكون عم يبتسم صح هلا أنت أيضاً ابتسمي باستمرار ماذا وراء هذه الابتسامي أنا مع مها نحنا كتير محظوزين ومحظوزين أنه نقدر نكون عنا فكرة ونقدر نقدر نحققها لذلك هي محظوزة الحقيقة هي مصادفة أنه الليلة معي ثلاث سيدات شئة ظروف أنه الليلة يكون فيه معي ثلاث سيدات من بلادنا العربية وطبعاً هذه قيمة مضافة أنه الإمرأة العربية في الغرب تستطيع أن تواجه كل الحواجز كل الصعوبات وأن تكسب التحدي بالأخير وطبعاً الليلة بعد ما استمعنا للكون تأكدنا ونحن على يقين بهذا الشيء نحن وصلنا لما هي الحلقة لكل واحد منكم نكة مختلفة لكل واحد منكم تجربة مختلفة وتجارب تلاتي منكم طبعاً تستحق هنا نحكي عنا ونضوي عليها بدأت له منكم اتوقعوا هذا اللقاء على طريقتكم معكم الهاتف الذكي الخاص بكل واحد منكم وبحب أنه الدونه خلاصة لهذا الحوار خلاصة لتجربتكم ولحد دونه أو الجملة لحد دونه بدأت له منكم أنكم تضعوها على الميديا الاجتماعية خاصة بشركتكم طبعاً وتعموا تاج لبرني بشتري الأمل بيقدر يكون بالإنجليزي؟ باللغة اللي بتكون إياها خذوا وقتكم وفكروا يعني استعملوا نجاحكم لتساعدوا الآخرين أو شعبكم مظبوط حلو ياسمين مش المهم كيف يستغرق الوقت حتى توصلوا؟ المهم أنه ما توقفوا هلا لا تستسلموا تابعوا وثابروا هلا أشأر من لبنان ياسمين ريس من المملكة العربية السعودية ومهل عالمي من فلسطين أهلا وسهلا فيكم كانت سعادة أن استضيفكم الليلة في هذه الحلقة من طريق الأمل أصدقاء المشاهدين الأعمال التجارية مثل الحياة قوموا بإشياء إيجابية بادروا ما تترددوا اشتغلوا من قلبكم تنجحوا إلى اللقاء وإلى شوكولت والإكلار در أهلا وسهلا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة